الحمد لله الواجب الوجود الدائم العطاء والجود الموجود قبل كل موجود والصلاة والسلام على رحمة المهدات سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم ملأ العلا بكماله كشف الدجا بجماله عظمت جميع خصاله صل عليه وآله صلى الله عليك يا سيد يا رسول الله قبل أن أجيب على الأسئلة أريد أن نطلب الدعاء للأستاذ الفاضل المحترم الأستاذ نجاري نادية أستاذة مادة اللغة العربية في ثانوية بوسماعيل هذا الأستاذة كونت أجيال وأجيال تخرجوا على يدها 24 سنة من العمل الجاد والتعليم الجاد وكانت مشهورة بالصدق في العمل وحب التلاميذ وحب الضعفاء يعني كانت آية من آية الله تبارك وتعالى في التفاني في عملها أجيال 24 سنة من التعليم وأصيبت بمرض السرطان ولما أصيبت بمرض السرطان وعلمت أن المرض سيقعدها والإنسان المريض ممكن يروح وممكن ما يروح ممكن تغيب نهار ممكن ما تغيبش خدات يعني طلب التقاعد مسبق على احتراما للتلاميذ انتحا احتراما للتلاميذ لأنها خمت في هؤلاء التلاميذ يجي يوم تحلل عند الطبيبة ويجي يوم تغيب خمت في المستقبل تحم طلب التقاعد احتراما لهؤلاء التلاميذ وخوفا عليهم وعلى مستقبلهم ما لا ندعيه الختنة هذه ان شاء الله اللهم إني أسألك وأتوجه إليك اللهم خفف عنها اللهم شفها اللهم عافها اللهم قوها وصبرها على الابتلاء اللهم إني أسألك وأتوجه إليك وأنت الإله العظيم في عليائك ونحن عبادك وعبيدك اللهم إن الداء داءك وإن الشفاء شفاءك اللهم أنزل الشفاء على الداء إن شاء الله ربي أجرك يا أستاذ نجاري وربي يعطيك أجر آلاف المؤلفة من التلاميذ لكونتيهم وعلمتيهم وقدمتيهم للأمة الإسلامية هذا يكون طبيب وهذا مهندس وهذا خباس وهذا إعلامي وهذا عسكري وهذا إمام كلهم جاهزوا على يديك هاولك أجر الأستاذ الأستاذ هذا يعني أجر عند الله تبارك وتعالى لا يعلمه إلا الله الأجر تعالى الأستاذ عند الله لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى ربي يشفيك ويخفف عنك إن شاء الله ويقويك ويصبرك على الإبتلاء الصبر على الإبتلاء ما إحنا يا من قولوش ربي يعني ما تبتليناش هي الدنيا ضار إبتلاء ضار إبتلاء ولكن قولوا اللهم إن عافيتك أفضل لنا من الإبتلاء إذا ابتلانا واش نديرو نستكتو ونرضاو ونحمد ربي وما نوحش ربي نقول له علاش كما مي dificي بعض الجهلة علاش علاش دوتلي علهمратني علاه وليد خرج كده وكده لا 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 ربي يقول لا يسأل عن ما يفعل وهم يسألون ربي وعندما يسألو وعلى دوت وعلى دوت نرضاو ونستكتو وما دخلو شوحنا ونقول الحمد لله عند استر الله عند استر يا الله عند استر الحمد لله جانستر سبحان الله الحمد لله الله أكبر سبحي 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 إن شاء الله إذا سبق في علم الله أن تشفين راح تشفين والأجر كالجبال إذا سبق في علم الله أنه لا يتغير إنسان يبتلع ربي يقعد بها لكن يبتلع حتى يلقى الله راح تلاقي ربي وانت راضي مؤمنة هذا مكان ربي يشفي كل مريض سائل من ولد سلام سلموني على ولد سلامة الغالية ولد سلامة العالية في القلب الغالية سلموني على السيبن سديرا العيد ربي يحفظك إن شاء الله سلموني على النساء وريجاتها ولد سلامة قال لك هذه بلدية تعال إرهابيين ما كاش منها جاءهم من كل مكان خاطئهم هم معروفين ناس طيبين إفلالحة ما زالهم مني هذه كتابلات بره الله يحفظكم الله يحفظكم وينصركم ويستركم ويملأ بيوتكم خير وبركة سائل من ولد السلام يقول بعت قطعة أرض لرجلين ومنحني عربونا هيه العربون وجاء من يرغب بعد شراء الأرض وأخبرتهم أن الأرض بيعت وانتهى الأمر ولكن بعد ذلك يعود صاحب العربون ويطلب مني أن أعيد له عربونه ويتخلى عن الشراء فهل يجوز أن أعيد له العربون أو لا يجوز قال العلماء هذا لقد أثم أثم لأنه لما إنسان تقولوا خلاص أن الله نشرها وتعطيله عربون ومبعد ولي يجي يشرير أرض يقولوا خلاص ايتبعت يعني حرمتوا من المشترية ولعل خطرات يجيه من يعطيه أكثر بلك والله اتباح لك مئتين مليون بلك جال يعطيله مئتين وربعين مئتين وخمسين وقالوا خلاص الله درأيت باعت انتهى الأمر ومبعد يقول لصاحب العربون يقولوا لا لا أنا سقسيت مرتي وأني سقسيت ولادي وأني صبت جهة أخرى يا أخي تاقي الله حرام عليك ولكن هذا ليشد العربون ما يجزل شي يشد يرده له قال العلماء قد أثم ويعاد له عربونه فهمت الإثم عليه إثم وحرام عليه ولكن ترد له عربونه ما تدهش انت لو كانت تدهه تقولي انت في الإثم كما هو ما لا رد له عربونه والله سهل عليه وإن شاء الله هذا الأرض رب يجيب لك ليشهيها عليك بالزيادة وبالفيدة حتى تقولي القول الحمد لله ومزي ما بعتاش لدك اللول وهذه مسألة مهمة كائن عربون حلال وكائن عربون حرام بزافهم يسقسون ما هو الحلال ما هو الحرام العربون الحرام إنسان يروح لوحد قال ياود بيع لي هذا الفيستا كوستيم بيعوا لي هذا الثياب قال ياود اديش قال يديه خمسمائة قال شوف هاي ستين ألف أعطيني هذا الثوب نحل نقيسه إذا عجبني يعني نقول نكمل المبلغ إذا ما عجبني ايش نرده لك ودي هذا كده أهم هذا عربون حرام ما تشدش عليه بهذه الطريقة شد يخلص يدي وكاين عربون حلال وهو لهم يتأكد الشراء خلاص ماشينيتو يديها يشوفها جاء شاف السيارة شاف ها قلب ها نوض ها امشى بيها سخص أصحاب سخص يعرف خلاص سيارة 80 مليون جاء أعطاك 10 ملايين قال نكمل لك الباقي يوم الفولاني هذا عربون يجوز يجوز شد وهذا إذا بعد ما كمل المال وجار لك السيارة آثيمة ها وش قلنا آثيمة وتردلو درهم وش علي صاريا هذي في السكنة كيف كيف إنسان يجي قل نشر سكنة ويمد عربون ومبعد يجي قل رد درهم أو رد قاع المشترية أو رد قاع المشترية هذي يتصار لك هذي الطفلة اللي نهار يجو يخطبوها يجو يخطبوها يجي بو الزرنة وطنو بالصوني والوارد والشاب والحوم قاع يسمع باللي الطفلة رهي تخطبات ومبعد يجو يبطلو في السكات في السكات يتلاقى بابها ومع بابها في قهوة يتفقو ويجو رايحين يبقى أمام الناس طفلة مخطوبة وفي الواقع هما رههم بطلو أما لا كل ما يجي إنسان يسقصي قال يا فلان أنا أحب الناس فلان سبعة عمد وطفلة يقول وخلاص خطبوها وخلاص مخطوبة يمشي عليها لها دراب اللي خطب مخطوبة أما لا واحد ما يديها هاكذا كيتصار لكم في البيوت في السيارات في كل شي السيد قال للناس بالإخلاص السيارة تبعت ولا الله تبعت وما تتولي ليه في السر قل لا لا نرد لك درهمك وما يزيد يصيب هذوك المشترية إذن الإثم عليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته